اشتركوا في القناة تنكسر بعض من هذه الحواجز فيشعر اولاده بنات العابر بالتجاهل المقصود فيتعثر ويكره الكنيسة والمؤمنين صحيح ودي حقيقة استيس نزار ان العابر بيحس ان هو غريب اخي دانيل هو بيتكلم بيقول بيحس احساس ان هو مؤمن درجة تانية كلمة صعبة لما يكون ابنه انه مثلا يقول لك لو راحي واحد عابر عايز يتجوز رغم ان هو بيكون متغير ومتجدد وبيخدم الرب بعد 30 سنة ينقل له انت عايز يبقى خالي ولادك اسمه محمد انت عايز خالي ولادك يبقى اسمه علي ده اللي بنسمعه دايما ودي بتترك اثر كتير صعب على حياته النفسية واحد انطرد من بيته وانطرد من اهله وفقت شغله وفوق ذلك ملاحق من الدولة اللي هو منها ويمكن خسر الجنسية بتاعته كمان في نفس الوقت ومش لاقي كنيسة تحتضن وتحتضن ولاده في كتير عصارات انا عندي حالات حاليا بالوقت الحالي بعرفهم في كنيس ولادهم رفضين انه هم ما يخشوا الكنيسة بسبب ان ان ولاد المؤمنين ما بيلعبوش معهم ما بيزرهمش بيعملوا نشاطات مع بعض طبعا ده برضو زي ما كان بيقول اخويا مش للتعميم في اخوة كتير بيحبوا في اخوة كتير بيحتضنوا لازم نغير النظرة انا عابر جاي من الاسلام زي العابر اللي جاي من خلفية مسيحية ما عرفش المسيح ما فيش فرق بين احنا ما فيش فرق بين الاتنين لازم يكون في استراتيجية في الكنيسة لاندماج الشخص اللي جاي لان المسلم اللي جاي بمراس تقيل جاي بمراس تقيل وصعب انه واحد تشكل بعشرين تلاتين سنة ترجع تشوله من كل ده تسلوخه من اللي هو فيه مرة واحدة وتحطه في الكنيسة وطبعا الرسول بولوس علج مشاكل عديدة في الكنيسة الاولى ولسيما المؤمنين اللي رجعوا من الامم بالعداد الوثنية والذبائح للشياطين وطبعا في كورنتوس النساء اللواتي كنا يقدمنا اجسادهن طبعا كجزء من العبادة للزنا والى اخرى وهدول كان يقامنوا بيسوع المسيح وطبعا كان فيه مشاكل كثيرة لانه الكنيسة كانت يهود وامم وكان اتنين يعني اللي جاي من المذهب الفرسيين المتدين المتعصب جدا واللي جاي من الحيال الخليعة تحط اتنين في داخل الكنيسة في جسد المسيح فالتنين محتاجين يتأقلموا طبعا الحكم هو كلمة الله اللي بتنقينا واللي بتهزبنا ايضا بطانيا اشتركوا في القناة